في بقى خبر مهم جدا مفاجأة يعني مفاجأة فوز الأججع الرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم كان النهاردة في اجتماع مع الأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة المغربي وقال ايه بقى؟ قال وقال كده نصا يعني قال اللي انا هقوله دوت شهادة للتاريخ شهادة للتاريخ في لعبين كانوا موجودين في كاس العالم في لعبين كانوا موجودين في كاس العالم اللعبين دول ما كانش ينفع يلعبوا بعد المباراة التانية مع المغرب كان عندهم إصابات محتاجة علاجة على الأقل 15 يوم ورغم كده تحملوا على نفسهم لحد نهاية البطولة المفاجأة الأكبر ايه بقى؟ المفاجأة الأكبر ان فيه اتنين لعيبة من القوام الأساسي للمنتخب المغربي هما نايف أكرد ونصير مزراوي أصيبوا خلال كأس العالم بفيروس كورونا ورغم كده غيبوا عن بعض المباراة ورجعوا كملوا لعب عادي مع المنتخب المغربي في كأس العالم وتحملوا على نفسهم يعني إصابات بحسب رئيس الاتحاد المغربي فوس الأكشى إصابات تمنع لعبين انهم يكملوا البطولة أصلا ورغم كده كملوا وتحاملوا على نفسهم وذكر منهم أشرف حكيمي وذكر منهم سايس المدافع الرائع جدا على سبيل المثال وقال ان نايف أكرد ونصير مزراوي أصيبوا بفيروس كورونا خلال البطولة المغرب في كأس العالم ده عملت ملحمة اللاعبين اللي لعبوا ومثلوا المنتخب المغربي دول أسماء هيتحطوا بحروف من زهب في تاريخ العرب والقارة الأفريقية مش بس المغرب دول حرفيا قتلوا في كأس العالم قتلوا في كأس العالم حاجة رائعة جدا حاجة رائعة جدا